ترجمة نانسي قنقر خارج عن طاق مدرستهم والدراسة أنهم يعطون لمجتمعهم موسيقى تطوعوا بمجالات مختلفة مثل تنظيف مدرستهم ساحات مدرستهم تنظيف جدران مدارسهم دهن جدران ممكن تمان في مدرسة قررت من خلال الفرع الفندوقي تباعها تعمل وجبات 75 وجبة 80 وجبة للمحتاجين في ناس قرروا لعيد الأم يعملوا هدايا بإيديهم يقدموها للأمهات بدار العجزة فالنشطات كلها رح تكون مختلفة بس من نفس الوقت لحكون لها تأثير كتير كبير على مجتمعنا كنا كثير من واحد عم بيشتغل وإن شاء الله رب العالمين حقق أهدافنا في نهاية هذا المشروع إن شاء الله طبعا لسه في كتير شغل لأدام نازمين عمالي ولسه أدامنا طريق كتير طويلة بس أنا حاسع من خلال إنجاز ومن خلال برامجنا زي برنامج يمو الطوع الصغير بدت الناس تفهم أكتر إيه شو معنا التطوع أول على خير بتظل مدرسة يعني يعني إحنا مثلا لما نعمل هذا الإشي رح نكون قدوة لكل الصغار اللي بالمدرسة إن شاء الله رح تصير يعني فكرة عند الناس كلها تستطيع تعمل مشاركات